كراميلا كوكو كراميلا كراميلا اجنا 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 اج 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 انا بحاول دايما لما بكون ام بعة الاكل الكراميلا بحاول انه بكالمها وانا ديها باسمها عشان تتعوض على الصوت وانتو كمان كل ما تكونوا يعني بدكم اه تدوا الاكل لهم صرتكم اتكلموا معهم اولوا اي شي كأنكم تتكلموا مع طفل او طفلة صغيرة لانو انا كل ما بقرب للقفص وبتكلم اه زي ما بكلمها دايما هي بتخرج من من العش بتاعها وبتعتقد انو راح اعطيها اكل شوفوا القفص هي القفص دائما اه بيكون كويس في الصبح وبالليل بيصير اه كأنو في حرب بتعمل بي بي هون مرحاض بتاعها هي اللي اخترت هذا المكان سافي اه اه اولي كانت غسعد رغم انو كراميلا متعودة عني تقريبا اه سبعين في المية لانو القفص اللي كان عندي قفص حديدي ما كنش بديها ايدي كده بس الايام اه لما اه اشترت هذا القفص اه بيعطيها الاكل كده في ايدي دايما لما بتخلص بتكون رايحة اكل في ايدي بتحاول انها تتعد هي يعني مو بتحاول انها تعدني يعني بس كأنها بتاخد اه قطعة من ايدي بس القطعة دي بتكون ايدي اصلا سافي سافي وخلاص هدا فيديو صغير ورح اندف القفص انا كل يعني مش كل يوم بس كل يوم بشيل هاد لانو فيها ريحة بول اكرمكم الله وبحاول انو اشيل الاوسخ هاي الفضلات وبس بس التنظيف راح اندفو تقريبا اه مرة كل اسبوعين لانو قفص كبير وهي بتوسخ المكان هادو بس بتوسخ بالبلاستيك دا احسن شي بالنسبالي المهم هذا الفيديو صغير كنت حابة اشارككم وبس نشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله الى اللقاء